اشتركوا في القناة 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 انا عملت اول جمعة باللبنانة وثلاثة عملتها بالانجلش خلينا نحكي شوي عن مسابقة رو كوميدي شو هي هالمسابقة وكيف كنت موجود فيها وعلى اي هيك معايير تفوقت رو كوميدي بلشت سنة 96 باستراليا وهي اكبر مسابقة باستراليا للستانداب كوميدي والسنة فات اشتركوا في القناة 1038 مشترك على مدى 3 شهر نعمل نهائي الولاية مثل نيو ساث ويلز بس توصل على نهائي الولاية وتربح نهائي الولاية بتنتقلع نهائي البلد بميلبرن فبطيرونا على ميلبرن وصلنا 14 مشترك من أصل 1038 السنة فبس وصلت على النهائي بتكوني بميلبرن تاون هول وقدام ألفين شخص وعلى ناشنل تيفي هناك على مصور فراحطوها بأيلول على التيفي بس بدنظمة ميلبرن انترناشنل كوميدي فاسترول راح بنحكي شوي عن طريقة الكتابة عن طريقة البرفورمانس أيضا بس بدنا ناخد وقفة كتير قصيرة ومنرجع منتابع مع فادي كسا طبعا حديثنا مع فادي كساب كوميدي لبناني بيتفوق عالميا من بعد مربحة الرو كوميدي فيه هلأ اختبار جديد وأصعب رح بيكون ناترك مضبوط بمجرد أني ربحت الرو كوميدي فصورت مؤهل عن نص نهائي بـ So you think you're funny بسكوتلند بـ Edinburgh Festival of Fringe بسكوتلندا راح روح هنا يكون بـ 13 قاب عند النص نهائي وإذا بتأهل عن نهائي ووصل بـ 22 قابل فادي هيا مسابقة كتير مهمة الناس مشهورين كتير ربحينها أطلقتلهم من الكاريرز مثل لي ماك وغرايم نورتن وفي ديلان موران فعالم كتير مشهورين بالـ United Kingdom فمسابقة إلى بريستيج عالمي أكبر وإلى جايزة مادية أكبر وبتعمل اسم أكثر وبتعمل اسم طبعا تطلق الشهرة نعم وإذا تربح واحد بربحها بيروح على كندا على Just for Laughs في موريال فادي خليني شوي أحكي هيك عن بداياتك يعني اليوم نقعد من نكت بالمجتمع بس كيف احترفت هالموضوع كيف عرفت أنه بتقدر تضحك الناس لهالدرجة عم نشوفك قدام ألوف من الناس يعني وقدي صعب أنه توقف شخص لحاله ما معه ولا أي شي يصنده يعني ولا موسيقى أوركسترا ولا ممثلين ولا أي شي لحاله على المسرح وبدوا يقدر يعمل انترتيمنت لهالعالم ويضحكهم على مدة طولة مزبوط بيقول يقال أن الستانب كوميدي هو من أصعب الفنون لأنه واحد بيكتبه وبيقديه على المسرح لوحده أنه كليا ينصوله أنت بتكتب كل شيء وبتقديه مثل ما أنت بتريدي وتنزلي فصعب أنه ما في مثل مسرحية في عمل في عدة مشتركين ومثلين فكل شي بيقف على هالكتاف وعلى العاتق أنه واحد يضحك العالم وإذا واحد بيتعلم أنه بس ما يضحكوا جيري سينفيلد قال مرة بس كوني كتير عاطلي الجيج اللي عم تعمليها بالليل بتعلمك تقصري وتختصري تشوفي شو هي اللي بيدحك بناكتك أكتر بتشيل كل المقل عايزة بتمرق أوقات أنه ما يضحكوا لك الناس أو بتمرق بيكونوا هني مش شات التأس أو عاطل أو مش مبسوطين أو في شي هني باد مود باد مود فأنا بلشت مأخر شوي يعني بلشت من قبل السنتين أعمل كوميدي وفتع هاي المسابقة من سنة كنت رابع مرة بعمل كوميدي قلت لها الفوضع المسابقة شو هي المسابقة ما شاء الله دي مهمة لا طلعت فيها كتير تحديات اه فيها كتير كومبتشن وقلت أنا أصير تفكر أنا شو بالاستراليين بلاقوه مهضوم صح باركي بكتبلهم شي بلاقوه مهضوم وهي اللي خسرني لأنه تعلمت السنة هاي بس فدت لا أنا بدي يقول اللي براسي أنا بلاقي بلاحك تحكي عن لبنان تحكي أنك هتأشي عن اللبنانيين عن الجو ما بنكت عن اللبنانيين بس بحكي عن لبنان شو بتحكي عنه طب كيف فيك تكون جدة هالقد بالحياة شفت ما كانت في دفن هلأ هابطين دفن أنا معقولة هتحكي ونكت أنا معلنا عين عملنا شي توستك لنصدق إنه أنت كوميديان هالقد بتضحك أنا بعض الهلأ ما صدقت يعني هلأ تخبريك شغلي صارت معي يعني أنا هادي قلتها جماعة الماضي لأنه وصلت على البيت وشفت أهلي وأنا زنمي عمري فوق الأربعين سنة وبعدني بخاف داعس على الأرض إذا أمي بعدها مسحة يعني ما بعرف إذا كل العلم عنده هالخوف أنا نقش وقعد نقش الأرض فتذكرت شغلي صارت معي من طفولة يعني أنا فتت دعاست وأمي قالتلي يي لا كيف تفت دعاست لي هياك شو بدك قلتلي شو فيه قالتلي بعدني مسحة قلتلي أنا صاري ما انتبهت قلت يكيد ما انتبهت لاش مين بنتمي هم كل وقت أنا بتغسل وبيجلي كل النهار وما حدا بنتمي هايك الام اللبنانية دايما يعني قلتلي شو بدك قلتلي حبيبي قلتلي آه ما شكت عم فكر طويل شعري أنا بس أسألك أنه عمري أنا فكر فيها هلأ كنت فيها أنطر لأنه تطويل شعري بدأ تاخد وقت يعني كنت مش دوري إدعس على الأرض يعني فقلتلي لا ما فيك تطويل شعري مش هاسمح لك قلتلي طيب لأننا نحنا موارنة الفوت فيها دينيا المسألة قلتلي لايك المسيح كانوا شعروا طويل يا أمي قالت المسيح قالت لايك عظيم بكرة لكان بس تمشي على الماء انت فيك تطويل شعرك إذا عم تشبه حالما قلتلي ما بعدني أكل عائطة لأني مشيت على الماء هذي فسر لي هذي وصلتهم ببعضهم جبت كيف فهذي أصعب تضحك اللبناني أو الأسترالي اللبناني بيتكتف أكتر بالمسرح بس طلعا بيتضحكوا بينطر يعني يضحكني شاطر أنت على الأسرح شو ربحة مسابقة خصوصي إذا بقدموكي فادي كالساب ربح مسابقة بصير ربحت شي والله فارجين انت شوف هاي بيتكتف وفا بديك بالعكس نحنا فخورين كتير فيك وإن شاء الله بتربح كل المسابقة بصير اسمك عالمي أكتر وأكتر وشكرا لوجودك معنا بس ما بدنا ياك تسافر بقى ما في بلان أنه ترجع على لبنان برجع بعد أدمرا بس خلص من سكوتلند راجع على لبنان بأوغست كمان أهلا وسهلا فيك ونحنا ناطرينك لكين بعرضات جديدة بلبنان فادي كالساب كوميدي لبناني شكرا لألك مع الكوميدي ومع الضحكة من ننهي حلقتنا بيم تي في إلايف لليوم بذكركم هالنهار الحلو بي جوني الطريق البحرية تحت الكازينو ونحنا منلتقى منرجع على نهار الأحد بون ويك أند